الموعد الاقتصادي الصباحي من قناة الجزائرية دولية أهلا بكم بداية ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% خلال تعاملات الخميس بعد ثلاث جلسات من التراجع بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخامي برانت القياسي تسليم شهر جنوذي المقبل بنسبة 1.04% لتبلغ 85 دولار لبرميل فاصلة 51 سنة كما ارتفعت العقود الآجلة لخامي غربي تكساس الواسطة الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.08% لتسجل 81 دولار للبرميل فاصلة 31 سنة أعلن عملاق الغاز الروسي غاسبروم الأربعاء أنه وقع على مذكرة تعاون في قطاع الطاقة مع حكومة أوزباكستان وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية وقعت غاسبروم وحكومة أوزباكستان مذكرة استراتيجية بشأن التعاون في مجال الطاقة ويحتزم الطرفان تطوير تعاون في مجال إمنادة الغاز ونقله وكذا في مجال الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج الهايدرو كربونات أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء عند 5.50% بسبب النمو القوي للاقتصاد الأمريكي وسوق العمل وتراجع التضخم ونمى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر ب4.9% في هذا الربع متجاوزا التوقعات وبلغ إجمالي زيادة الوظائف غير الزراعية 336 وظيفة خلال شهر سبتمبر كما عبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرون باول في وقت سابق عن سعادته بما تم تحقيقه من تقدم في خفض التضخم الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة ويبلغ معدل وتضخم الأساسي حاليا 3.7% على أساس سنوي هذه المرة الثانية تواليا التي يبقى فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بدون تغيير وسط ظهور مؤشرات على اعتدال التوظيف مع بقائه قويا أظهرت أحدث البيانات أن التضخم يتراجع بشكل لافت وسريع في منطقة اليورو حيث كشف تقرير أولي لمكتب إحصائي الاتحاد الأوروبي يوروستيد أن أسعار المستهلكين لم ترتفع إلى 2.9% في أكتوبر وهي أبطأ وطيرة لها منذ جوليا 2021 وسجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغة انخفاضا أكثر من 4.2% وهو أدنى مستوى له منذ جوليا 2022 من جهة أخرى كشف التقرير أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ ينكمش بسبب تداعية اتباع البنك المركزي الأوروبي نهجا من التشدد المتواصل بشأن رفع أسعار الفائدة أظهرت البيانات الصادرة في بريطانيا عن تسجيل إنتاج المصانع في البلاد أطول فترة خفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 قبل قرار بنك إنجلترا الذي من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة وارتفع مؤشر المجمع المديري المشتريات من 44.3% في سبتمبر إلى 44.8% خلال شهر أكتوبر الماضي أي أقل من التوقعات السابقة التي تقدر بحوالي 45.2% ما يعني تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر النشاط الرئيسي إلا أن الانتاج الصناعي انكمش للشهر الثامن على التوالي كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن الوكالة بعد السنة من بدء نشاطها سجلت أكثر من 4000 مشروع استثماري بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار منها 81 مشروع استثماري أجنبيا مباشرا بقيمة تجاوزت 5.5 مليار دولار المسؤول الجزائري توقع تضاعف الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ بعد أزيد من سنة من إقرار الجزائر قانونا جديدا للاستثمار وما حمله من تسهيلات ومزايل المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء وبعد سنة من إنجاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تشهد الجزائر تدفقا لافتا في عدد الاستثمارات عبر الوكالة التي سجلت أكثر من أربعة آلاف مشروع بقيمة مالية فاقت 13 مليار دولار منها 81 مشروعا أجنبيا مباشرا بقيمة إجمالية فاقت 5.5 مليار دولار تمثل 21 دولة نالت منها الاستثمارات التركية حصة الأسد بـ 26 مشروعا استثماريا تليها الصين بـ 13 مشروعا مع إبداء أكثر من 70 شركة أجنبية أخرى نيتها في الاستثمار بالجزائر حسب آخر أرقام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وكان قطاع الصناع أهم وجهتين للمشاريع الاستثمارية حيث بلغ عدد المشاريع فيه أكثر من ألفي مشروع ما يمثل نحو 50% من المشاريع المسجلة في حين بلغت المشاريع المسجلة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري 648 مشروعا أما قطاعي النقل والفلاحة فبلغ عدد المشاريع بهما 619 مشروعا و286 مشروعا على التوالي ومن شأن هذه المشاريع الاستثمارية أن توفر أزيد من 100 ألف منصب شغل وفق أرقام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تشهد الهند عددا قياسيا من الاكتتابات العامة الأولية لشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم خلال 2022 وذلك مع تسجيل مؤشرات الأسهم الرئيسية في البلاد مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام وحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ تم طرح 184 شركة للاكتتاب العام في الهند خلال العام الحالي حتى الآن لتصبح الدولة الواقعة جنوب آسيا واحدة من أكثر أسواق طروحات أزدحاما في العالم وخلال أكتوبر فقط بدأت 30 شركة التداول في البورصة في الهند ليفوق بذلك عدد الاكتتابات في الولايات المتحدة الصين وهونغ كونغ على سبيل المثال أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عزم حكومته انفق أكثر من 17 تريليون ين أي ما يعادل 113 مليار دولار ضمن حزمة من التدابير الرامية لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن التضخم وقال كيشيدا في تصريحات صحفي الخميس إن الحكومة سوف تعمل على أعداد موازنة تكملية بقيمة 13 تريليون للعام الحالي وذلك لتمويل جزء من البرنامج بينما يصل الحجم الإجمالي للحزمة إلى 21.8 تريليون ين عند ضم إنفاق الحكومات المحلية والقروض المدعومة من طرف الدولة سعدت احتياطات روسيا من المعدن النفيس في نهاية سبتمبر من هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ 2360 طن بحسب دراسة لوكالة نوفوسي واستندت لبيانات البنوك المركزية العالمية وزادت روسيا في سبتمبر الماضي من إحياء قياطاتها من الظهب بنسبة 2% ما يعادل 44 طن ليصل الاحتياطي إلى 2360 طن وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد ختم الموعد الاقتصادي الصباحي يمكنكم متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة